ببساطة البرك هو التقاء للسحاب المحمل بالشحنات المجابة والسالبة بيتولد عنه طاقة كهربائية تظهر في صورة البرك اللي بنشوفه وبسبب الطاقة الكهربائية اللي في البرك بيحدث تمدد الهوى وتسخينه اللي بيدينا صوت الرعد القوي والسؤال المهم هنا ليه دايماً بنشوف البرق الأول وبعد ثواني بنسمع صوت الرعد هو ده السبب الفرق في سرعة الضوء وسرعة الصوت وواضح جداً تفوق الضوء نيجي بقى للصواعق اللي هي أخطر ظاهرة مناخية في الثلاثة علشان تقدر تتخيل خطورة الصواعق درجة حرارة الشمس تقريباً 5500 درجة مئوية درجة حرارة الصواعق 30 ألف درجة مئوية يعني أكتر من 6 أضعاف درجة حرارة الشمس وآخر صعيقة كانت في الهند قضت على 10 أشخاص حرقاً يعني باختصار الصعيقة قطة عذاب ينزلها الله تعالى على من يشاء من فضلكم ياريت كلنا نشوف الفيديو الصغير ده اللي حيقول لنا إزاي بتحدث العاصير الراضية العنيفة الحلزونية كيف تتكون الأعاصير؟ الأعاصير هي عواصف هائلة الحجم تبدأ صغيرة جداً ففي إعصار كاترينا الذي دمر نيو أورليانز بلغت سرعة الرياح المعاكسة 130 ميلاً في الساعة ومعظم الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة تبدأ باضطرابات جوية بسيطة قبالة سواحل أفريقيا فكيف يتحول تقلب طفيف في الجو إلى عاصفة مدمرة؟ يحدث هذا على ثلاث مراحل أولاً يتصاعد الهواء الدافئ وبخار الماء من سطح المحيط مكونين سحابة صغيرة وحين يتكاثف بخار الماء متحولاً إلى أنطار تنبعث من حرارة وهذه الحرارة بدورها تكون مزيداً من الهواء الدافئ الذي يتصاعد أكثر ويكون صحباً رعدية تأخذ في التضاعف بعد ذلك تكتاح العاصفة الرعدية موجة ضغط منخفض قريبة من سطح المحيط فتنجذب الرياح التي تهب بالقرب من سطح المحيط إلى مركز العاصفة الرعدية تشكل الرياح طيارات هوائية صاعدة قوية تسحب الرطوبة معها إلى أعلى ثم تزداد العاصفة الرعدية حتى تصل إلى حجم هائل وتبدأ في الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة تحت تأثير دوران الأرض وأخيراً وبينما يشتد الدوران تمتص العاصفة مزيداً من الهواء الدافئ والرطوبة تتخذ العاصفة التي أصبحت هائلة الآن شكل عين وهي قناة ضغط منخفض في مركز الكتلة الدوارة وفور تشكل العين تتحول العاصفة إلى إعصار عنيف يتحرك في صورة دائرية وتنهمر منه الأمطار بغزارة وعندما يصل الإعصار إلى أقصى حجم الله توجه رياح عافية في طبقات الجو العليا العاصفة في مسارها النهائي ربما تسوقها نحوك لكن نأمل أن لا يحدث هذا وبالمناسبة كلمات إعصار وإعصار حلزوني وتيفون تدل جميعاً على الشيء نفسه فهي كلمات مختلفة تستخدم في أجزاء مختلفة من العالم لإشارة إلى النوع نفسه من العواصف وهو نوع عنيف بحق للمزيد من الفيديوهات العلمية تابعونا على قناة لآل تي في بحق اشتركوا في القناة